حق الجهاز الفني الجديد يعني الجهاز الفني الجديد في 3 مباريات بنتكلم في 12 هدف بنتكلم في زاهرة جديدة جدا لكل خطوط المنتخب بيسجله مدافعين ولعب خط الوسط يعني فيه تنوع في الاهداف المنتخب في الغياب صلاح وأن كان المنافس متواضع طريقة اللعبة متغيرة فيه عدد من اللعبة الجود وتدخلوا بياخدوا ثقة فأعتقد بعيدا عن النتيجة الشكلية للأهداف فيه نتائج أخر أكيد احنا ما كلمناش على الجهاز كشغل الجهاز الغياب لكن انا بقيم لك المنتخب كنتيجة كأداء مع فرق متواضع انا ما حدرش فضلت وقلت لكن هو الراجل الجهاز جاي جاي بفكر جديد ولو انت فاكر اول ما اتكلم مع الجهاز بتقولك لأ ده جاي والطريقة اتغيرت وكل حاجة اتغيرت وكلمنا شوية على العناصر اللي انضمت والعناصر اللي هي كتبرة اللي انا لحد الان متمسك بيها وانت اكيد موفرنا الرأي نعيدهم تاني اه طبعا على رصوم طبعا نحمد فتحي ووليد ويزف اوباما دول لازم بقيم منتخب مصر طبيعي جدا يعني لكن انا عايز اقوله الفترة اللي فاتت في المنتخب اه فيها عناصر جديدة الشكل تغير مش هنجدب الحتة طريقة اللعب اللي هو بقى الراجل هجومي وضحت بس فيه سبب ايه السبب ان المنافس لسه هاد ضعيف تحكم على الطريقة نجاح ام ده لما تلاعب منافس قوي يا اما في نفس قوتك او اخوى منك كمان هتقدر تحسب انت شكلك العام ايه لكن لحد الان الشكل مطمن جدا مرض جدا طريقة جديدة الطريقة كلها دغيرت ازاي بتقولت يا هاب انت الناس كلها بتسجل فيه عناس جيهة داخل طبعا في المنتخب مبشرة جدا كل ده حل وكل ايه مكاسب ما نقدرش ننكر الكلام ده لكن انا بكلمك على الحديث اللي دير في الشرع المصري يعني الفترة هو ده اللي دير يعني ناس كلها بتكلم تقولك ايه مكسب وحلو بس المنافس ضعيف احنا رسا مش عارفين نحكم على المدير الفني ده كلام اللي بتقالي اهاب وكلام لو بسطلو كده باخرانيه شواء كلام طبيعي جدا محترم ان دايما خد الانطباع من الرجل اللي في الشارع والله العظيم خد الانطباع الصح نجد ما لهمش حال خد شافين المصلحة بالزبط مصلحة وعدين بيكلمك على طبيعته جدا عساجيته وتحس وبتكلم كرة كويس قوي وبيرقب حاجات ممكن يقولك على حاجات انت كلعيب كرة او كراجل محلل او حتى مقدم برامج ما شفتاش بشكل مطلوع لكن هو عنيك كويسة جدا يعني كلما كان يقولك ماشي المكسب حيلو لكن يقولك اول حاجة منافس ضعيف فالراجل قاعد مركز شايف المنتخب فيه ازاي لكن مكسب كويس كمية اهداف كويسة جدا مكسب المنتخب لحد الان لحد اللحظتي اهب هيلة ممتازة مع اخطاء بسيطة جدا في اللي احنا كانت في عربكات لكن جهاز جديد جيه في وقت الامور كانت المباراة متتالية المنافس اللي قابله سواء كان النيجر او اسواتيني المباراة جين رايح جاي بيكسب فيهم بشكل كبير جدا بيؤكد الصعود مباراة تونس اللي جاية في شهر 11 و13 11 هل دي برضو هتكون بداية بداية لاننا نحكم على المباراة القوية ولا برضو المنتخب التونسي في الفترة اللي فاتت مش بالشكل الامس الخاصاتها للمباراة النيجر المباراةين فاز فيها يعني بطلق الروح كله كله يعني هقول لك حاجة مهما كان مستوى الفريق التونسي لكن اللي انت هتضمنه بالوقتي فيه ندخله قدامك حتى لو المستوى مش هو المستوى بتاع تونسي بس ده الليفل اللي انت هتقس عليه بس تبدأ بقى يعني تبدأ مش هتقيم خلاص انت الراجل موجود وبتده كل حاجة لكن تبدأ تقول انا وصلت فيه انا محتاج ايه بقى الوقتي الفترة اللي بعد كده خلاص انت لعبت اتنين منافسين ضعف جدا والحمد لله عديت ووصلت للبطولة فانت بحاجة تطمن الاداء الاداء والشكل والطريقة الجديدة دي لما خش مع منافس قوي الشكل هي بيعمل ازاي المتغيرات بتحصل في مباراة تعاني معها ازاي وانت المباراة كلها اللي بتاقيها انت على طول بتكسب وانت الاحسن وانت 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 فانت مفيش مفاجأة حصلت لك في مباراة يعني مفيش مفيش موقف حصل في مباراة عشان تشوف التفكير او هتتصرف معاة ازاي مفيش ضغط تحطيت تحته في تلف مباراة خالص بالزبط مفيش ولا ضغط انك كنت متأخر بهدف ضغط حصل عايق ضغط في طريقة اللعب او في اسناء المباراة فانت بتعمل تغيير لا محصلتش كل ده حتى التغييرات كلها بتاعت المباراة السابقة تغييرات عادية جدا لانك المنافس ضعيف فانت ممكن تجرب طريقة عادية ممكن تجرب عناصر جديدة يعني حتى لو المنافس متواضع شوية وطريقة اللعبة تغيرت الجهاز الفني السابق كان المنافس قوي المنافس ضعيف تلعب بنفس طريقة اللعبة بالزبط زلوط التهديف زادت شوية بقى فيه استعداد كبير شوية لما نكسب نيجر بسودسية ومنتخب التونسي يكسبها رايح جاي فيش بفرق يعني بهدف وبفرق هدف فهل برضو ده نقدر نقيم ولا كل مباراة لها ظرفها ما تقس ما تقس ما تقس منتخب التونسي عمل ايه مش عارف مع تشاد مع نفس الليبل أو نفس المنافس لا ما تسهاش كده كل مباراة لها ظرفها لكن تيجي تقس انت قوطك فين لما تلاعب فريق في مستواك أو أقل منك حاجة بسيط الجهاز الجهاز المتخب نستاني مباراة تونس أكتر مننا لأنه هو يهمه هو طول الفترة دي طول فترة الشغل في المعسكرات وطول فترة الشغل في مباراة اللي لعبها هنا يبدأ يقول أنا وصلت فين بالزبط بغض النظر على النتيجة هو عايز يوصل أنا فين هل أنا لسه محتاج شوية هل أنا لسه بعيد هل أنا تقدمت كويس قوي المجموعة دي منتسجمة كويس قوي بداييني ديت نتاج كويسة اللي ده هو مستني أكتر من اللي احنا كمتفرجين كلعيبة ومستني تابع بالزبط ليه أهاب؟ لأنه مستني يشوف نتيجة شغل الفترة اللي فاتت إيه مهم جداً كل مدير فني حتى لو في الأندية يحب بعد فترة كده يروح قاعد مع نفسه ويقايم نفسه ده المدير فني النهجة عجبني فيه حاجة بقى فضل